حياتهم مع رفيدة ياسين على العربية بودكاست مرحبا، أنا رفيدة ياسين وهذه هي حياتهم على العربية بودكاست واليوم رحلة مختلفة ومثيرة لتعرف على أسرار جديدة في غابات الأمازون النانتس، قبائل أمازونية بتتوارى في الغابات بينتموا فعلياً للبيرو، بس كل انتماءاتهم فقط للغابة في غابات حوض الأمازون جنوب شرق بيرو على الحدود مع بوليبيا والبرازيل بتعيش قبائل من أقدم سكان المنطقة القبائل دي اكتشفتهم دولة بيرو بالصدفة في أمريكا الجنوبية قبل أعوام قليلة قبل هذا الاكتشاف ما كان بيرف عنهم أي شخص أي معلومة قبائل النانتس بتتوارى في الغابات وبتهيش في مجموعات صغيرة بتتألف من 7 إلى 20 فرد تقريباً وما بيعيش في أماكن ثابتة، بيتنقلوا باستمرار في الغابات بحثاً عن أماكن أفضل للصيد وأراضي زراعية أكثر ثراءاً قبائل النانتس عندهم اعتقاد أن كل الكائنات الموجودة في غابات الأمازون سواء من نبات أو طيور أو حيوانات عندها أرواح وأن الشخص الوحيد القادر على التواصل مع الأرواح دي هو من يسمى عندهم بالشامان قبائل النانتس بيعتمدوا اعتماد كل في حياتهم واحتياجاتهم على الغابة كل شجرة في الغابة عندها سر واستخدام خاص في صناعة الملابس والغذاء والدواء وأي احتياج لحياتهم الخاصة بيعود استخدامه للغابة غابات الأمازون بتعتبر مركز دوائي كبير بالنسبة لأهالي قبائل النانتس عندهم عشرات النباتات الطبية الفعالة لمعالجة أمراض شائعة مثل الإسهال والحمى والصداع والالتهابات الفطرية أيضاً النساء عندهم دواء الخاص في أشجار مخصصة بالنسبة لهذه القبائل لاعتقادهم أنه استخدام نباتات أو ثمارة عند غليها وشربها بيخفف الآلام عند النساء سواء في الطمث أو آلام الولادة الغريب والمدهش جداً عن قبائل النانتس هو أنه المريض عنده طقص مختلف في علاجه وتقوس معينة بيقوموا بغلي نباتات محددة اسمها الأشيوتي وبيعملوا مشروب بيسموه الأياهواسكا المشروب ده بيساعد حسب اعتقادهم في تحديد المرض وبيطرد الأرواح الشريرة اللي بتتسبب في أي علة في الجسد أما في حالة عجزهم تماماً عن علاج أي مريض وفي حالة الفشل في الشفاء فبيقوموا بإلقاء المريض في الغابة وتركوا هناك وحده حتى الموت قبائل النانتس عندما تترك المريض وحده يصارع المرض حتى الموت في الغابة بعد وفاته بيتم إلقاء جثته في النهر من العادات المختلفة عند قبائل النانتس هي الزواج الزواج ممكن يتم في سن مبكر جداً حتى عند الأطفال والتعبير والعادات في الزواج بتكون بجرح أصابع الأطفال سواء كان الذكور أو إناث ودي بتكون الطريقة التعبيرية عن الارتباط لكل طفلين كزوجين إلى الأبد ومن عاداتهم في الزواج وتقوصهم الخاصة إن المتزوج حديثاً لأنه بيكون سنه صغير بيعيش في منزل أهل الزوجة حتى الولادة ويمكن لإمرأة كبيرة في العمر تتزوج طفل عنده عشر أو اتناشر سنة تقريباً دي واحدة من التفاصيل المقبولة مجتمعياً عند أفراد قبيلة النانتس وبيتم التعامل مع الفتاة اللي ما ابتلد على إنه عندها مشكلة أو أرواح شريرة وبيتم عادة نبذها أو التعامل معها على إنها شخص ناقص عن غيره من الفتيات في المجتمع مهر الفتيات عند هذه القبائل بيكون بالصيد تقديم صيد ثمين بالنسبة ليهم ممكن يكون صيد سمك صيد حتى حيوانات من الغابة ولكن عند عدم إحضار هذه الفرائس أو عدم الصيد بيتم إلغاء الزيجة النانتس ما عندهم لغة مكتوبة متعارف عليها أبداً مهما بحث العلماء والباحثين لم يجدوا ما هو مكتوب من لغتهم المنطوقة بيعتمدوا فقط على لغتهم المنطوقة والمتوارثة من الأجداد إلى الأحفاد لآلاف السنين من المعتقدات الغريبة جداً عند قبائل النانتس إنهم بيعتقدوا إنهم جاءوا أو ولدوا من ماء الشلال وبعد الموت بيعودوا إلى أصلهم وبيصبحوا ماء مرة أخرى وبعضهم بيعتقدوا إنه في جزء آخر شرير ولد من شجر النخيل أو جاي من المغارات وبالنسبة ليهم المجموعة دي بتعتبر مجموعة شريرة وهزاء وبيتحولوا عند الموت إلى أفاعي أو زواحف الاعتقاد السائد عند النانتس إنه المجموعات اللي ولدت من مياه الشلال هي مجموعات طيبة وهادئة وعندها أصل خير ولا تقوم بإذاء أحد أما من جاءت من شجر النخيل أو من جاءوا من المغارات فيعود أصلهم إلى الشر وبيفتعلوا المشاكل مع القبائل الأخرى وبيتم الاعتداء من قبلهم على الأشخاص البريئين بيطلق على هذه الفئة من الناس كوجا باكوريس يعني القتلة ودي المجموعة اللي بيخافوا منها الناس الطيبين وبيعتبروها مصدر أذى في المجتمع عشان كده ما بيتم دمجهم أبدا بين الأسر المتعارف عليها داخل هذه البيئة من المعتقدات السائدة عند قبائل النانتس إنه الإنسان حياته ما بتنتهي أبدا بعد الموت ولكن في حياة أخرى الإنسان اللي أصله طيب واللي جاء من الشلال بيعود أصله مرة أخرى إلى ماء في النهر وعند موته بيترك إلى جانب الشلال حتى يعود أصله إلى ماء أما الشخص الآخر الشرير أو اللي بيعتبروهم من القتلة والمنبوذين أو المؤذيين بيتم إلقاء جثتهم أو رميها ليعودوا مرة أخرى على هيئة زواحف حتى جثث الأفراد اللي هم بيعتقدوا إنهم شريرين ما بيتركوها أبدا موجودة خشية الأرواح الشريرة الموجودة فيها مجموعات قبلية عادات مختلفة وغريبة وكان حاولت مجموعات محيطة بيهم الدخول إلى مجتمعهم ومحاربة عادات زي زواج الأطفال ومحاربة بعض العادات اللي بتعتمد على ترك المريض حتى الموت ولكن عدد كبير من هذه المجموعات حريصة على الحفاظ على عاداتها وتقاليدها وعدم الاحتكاق بغير من القبائل خشية اندثار عاداتهم أو اختلافة ببساطة لأن هذه هي حياتهم اشتركوا في القناة